بسم الله الرحمن الرحيم أنف نامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ونها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجدون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع أولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قنوب المجردين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بالرازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما منزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالتون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرون إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أم لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعنون قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم نوعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصبا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأنين ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ ذخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم هجارة من سبجين إن في ذلك لآيات للمتوسن وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخناق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله لا من آخر فسوف يعلمون ونقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين